برفونات حريمي؟ تمام تكون حاجة كده؟ اه فيش مشكلة عندنا هنا البرفونات طبعاً بس انت طبعاً انت هنا عندي في سؤالك الأخير من مهمة 5 على 5 5 على 5 برنامج اه انت عرفت مني؟ هو هنا ده السؤال الأخير طب انت ازاي انا داخل المحل؟ هو ده السؤال الأخير بتاع في المهمة 5 على 5 انا تعبت من المهمة انا اضطر دلوقتي هغمي عينيك وهشممك خمس أنواع موجودين هنا ده دي المهمة اه فانت دلوقتي هيبقى عارفك لدي أصعب مهمة أصعب مجاري يبقى انا شمي النهاردة دي اخر مهمة فلازم تبقى صعبة فانت دلوقتي انا هشممك خمس أنواع تمام يبقى عندك خمسين ثانية ان انت ترد علي في النوع كل نوع يبقى عندك عشر ثواني هشممك نوع انا هدي خمسين ثانية اه للخمس أنواع الله اقول لك أصعب مهمة اه اشال السؤال الأخير آخر مهمة قابلت ولادي وخلاص اليوم بدأ بقى خلاص الشمس تهدى شوية نفنا برضو في القرابات مش وقت كبير قوي اه كنت انا تعبت جدا فخلاص كنت نيفسة روح لاني كنت لأربع مهمات دول انا ركبت جمل وركبت حصان وجريت وركبت بيتشباجي وفنشت الصحرا ورجعت فده كله كنت خلاص اليوم بالنسبالي خلص وتعبت جدا بدأنا خطرهم خلاص نروح احنا خارجين من الروحين وخرجنا برا الاهرامات اه المراطي قالتلي في محل عطور هنا انا عايزة منه اجيب عطور منه ايش معنى دوت؟ قالتلي لا انا عايزة دوت بالذات انا عايزة منه نخش نشوف فيه انه نتصرج عليه اكتشفت بعد كده المراطي متفقه مع المرنامج اللي فيه مهمة جواه المحل العطور اللي مهمة الخمسة انا كنت فاكرة هتبقى سهلة اه كنت فاكرة لانها خلاص المكان ما اشافيش جاري المكان ما فيش حاجة هركابها المكان جوه مكان ماقفول علينا فالمهمة اللي انا كنت مفودة اشم أربع عطور خمس عطور اعرفهم اعرف انواحهم بالنسبة للراجل اللي هو يقعد يشم في عطور دية غير الحريم خالص فانا استصابت الموقف جدا فالناس كنت فاكرة سهلة فتلاحة لأ نسهلة خالص دلوقتي انا هغمي عينيك و هشممك الخمس انواع اللي انت مفروض تجاوب علي و عندك في كل واحد عشر ثواني تجاوب علي وكي او الواحد انا هشممه لك تدي عيد عشرة تسعة تمانية سبعة ستة لوز ستة خمسة اربعة دمسك تاني واحد واحد ننقل على التالت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبعة لفندرة تمام رابع واحد تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اه اربعة اربعة كده تلاتة اه ورد ورد بالادي تمام اخر واحد تنين مال عشرة 10 9 تمانية 7 6 مال عشرة اربعة اه اربعة تلاتة اتنين واحد نعم مشارف هذا الزيب يو يعني ما جايش خولست يعني هذا خولست